باببارار أم في كل مكان وبلاد ألقاكم في خير معاد للناس أغني أغنيتي بالعربية لغة الضاد بالحب أغني أغنيتي جماع وأسرار التبيان والعربية تبقى لغتي في كل مكان وزمان لغتي 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 ما أحلاها فيها 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 تتسل الأمشا ولساني ولساني يشدو بهواها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل عزيزات الطالبات في درس جديد من دروس اللغة العربية درسنا اليوم بعنوان ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة ما هي ألف التثنية؟ أحسنتي رائعة هي ألف المثنى الذي تعرفنا عليه في الفصل السابق إذا أردنا أن نحول الكلمة من المفرد إلى المثنى نضيف ألف ونون مكسورة أو ياء ساكنة ونون مكسورة ما هي الهمزة المتطرفة؟ رائعة لقد تعرفت عليها في الصفوف السابقة الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تأتي في أواخر الكلمات ولذلك سميت متطرفة الآن سنتذكر معا كيف ترسم الهمزة المتطرفة؟ متى ترسم الهمزة المتطرفة على الصد؟ باستخدام مهارة الملاحظة لاحظ الحرف الذي قبل الهمزة أو حركته بطء، دفء، ضوء، شيء، سماء، وضوء، مسيء متى تكتب الهمزة المتطرفة على الصد؟ أحسنتي رائعة؟ تكتب الهمزة المتطرفة على الصد إذا سبقت بحرف ساكن أو بأحد حروف المد الألف والواو واليا فكلمة بطء، دفء، ضوء، شيء، سبقت بحرف ساكن أما سماء، وضوء، مسيء، فقد سبقت بحرف مد وهم الألف والواو واليا متى ترسم الهمزة المتطرفة على الألف؟ باستخدام مهارة الملاحظة لاحظي حركة الحرف الذي قبل الهمزة ملجأ، خطأ، مبتدأ، صدأ، معبأ أحسنتي رائعة؟ تكتب الهمزة المتطرفة على الألف إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحة متى ترسم الهمزة المتطرفة على واو؟ أيضاً سنلاحظ حركة الحرف الذي قبل الهمزة أحسنتي رائعة؟ تكتب الهمزة المتطرفة على واو؟ إذا كان الحرف الذي قبلها مضمومة متى ترسم الهمزة المتطرفة على نبرة؟ أيضاً سنلاحظ حركة الحرف الذي قبلها لاجئ، شاطئ، ناشئ، قارئ، متكئ أحسنتي رائعة؟ تكتب الهمزة المتطرفة على نبرة إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورة إذن قاعدة كتابة الهمزة المتطرفة هي إذا سبقت الهمزة المتطرفة بأحد حروف المد أو بحرف ساكن فتكتب على الصطر أما إذا سبقت بحرف مفتوح فتكتب على ألف أو إذا سبقت بحرف مكسور فتكتب على نبرة أما إذا سبقت بحرف مضمون فتكتب على واو؟ أحسنتي رائعة الآن سننتقل إلى تثنية الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة كيف تكتب هذه الكلمات؟ لاحظي معي هذه الكلمات الكلمات المفردة جميعها تنتهي بهمزة متطرفة كتبت على السطر الآن عندما ثنيت هذه الكلمات لاحظي الحرف الذي قبل الهمزة إذا سبقت الهمزة المتطرفة المكتوبة على السطر بحرف يتصل بما بعده فتكتب هذه الهمزة على نبرة مثل مسيء سبقت الهمزة بياء الياء تتصل بما بعدها فتكتب على نبرة بط الطاء تتصل بما بعدها فتكتب الهمزة عند تثنيتها على نبرة أما لواء وضوء سبقت الهمزة بالألف والواو والألف والواو من الحروف التي لا تتصل بالحرف الذي بعدها فتكتب الهمزة على السطر لاحظي معي هذه الكلمات تنبؤ، تنبؤان، قارع، قارئان، شاطئ، شاطئان، ملجأ، ملجآن كلمة تنبؤ انتهت بهمزة متطرفة مكتوبة على واو ولكن عند تثنيتها تكتب كما هي فإذا انتهت الكلمة المفردة بهمزة مكتوبة على واو لا يتغير شيء عند تثنيتها أما قارئ، شاطئ، قارئ، قارئان، شاطئ، شاطئان أيضا لا يتغير شيء عند كتابتها إذا انتهت الهمزة المتطرفة بهمزة مكتوبة على واو أو على نبرة عند تثنيتها أيضا تكتب كما هي على واو والتي على نبرة تكتب أيضا على نبرة الاختلاف البسيط في كلمة ملجأ، ملجآن إذا انتهت الكلمة المفردة بهمزة متطرفة مكتوبة على ألف عند تثنيتها نقوم بدمج الهمزة المكتوبة على ألف مع ألف التثنية فتكتب همزة مد إذن قاعدتنا اليوم فقط للكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة على الصطر أما الهمزة المتطرفة التي كتبت على واو أو على نبرة فتكتب كما هي عند تثنيت الكلمات أما الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة كتبت على ألف عند تثنيتها بكتابة الهمزة المتطرفة مع ألف التثنية دمجهما معا فيصبح همزة مد نستنتج من ذلك أن الكلمات التي تنتهي بالهمزة المتطرفة المكتوبة على الصطر إذا أردنا تثنيتها ننظر للحرف الذي قبل الهمزة فإذا كان من الحروف التي يمكن وصلها بما بعدها تكتب الهمزة على نبرة أما إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة من الحروف التي لا يمكن وصلها بما بعدها وهم الألف والو والراء والزاي والدال والذال تكتب الهمزة على الصطر ننتقل الآن إلى تدريبات الكتاب أرجو منك عزيزتي أن تقوم بتدوين الإجابات السؤال الأول ثم ما تحته خط في الجملة الآتية المرء مخبوءا تحت طي لسانه إذا لاحظت الكلمات المرء وكلمة مخبوء هما كلمتان تنتهيان بهمزة متطرفة كتبت على الصطر عند تثنيتها رائعة تكتب الهمزة أيضا على الصطر لأنهما قد سويقتا بحروف لا تتصل بما بعدها وهما الراء والوا فنقول المرءان مخبوءان تحت طي لسانهما با الشاطئ نظيف أحسنتي كلمة الشاطئ أساسا كتبت الهمزة على نبيرة في مفردها لذلك تكتب أيضا على نبرة عند تثنيتها نقول الشاطئاني نظيفاني السؤال الثاني أكمل الفراغ بتثنية ما تحته خط ألف هذا مذيع جريء هذاني مذيعاني جريءاني تكتب الهمزة على نبرة لأنها سبقت بحرف يتصل بما بعدها با هذا القطار بطيء هذاني القطاراني بطيئاني أيضا تكتب على نبرة لأنها قد سبقت بحرف يتصل بما بعدها أنت قارئ سريع انتبه هنا بعض الطالبات تقوم بالنظر للحرف الذي قبل الهمزة وهو الراء الراء لا تتصل بما بعدها فتقوم بكتابتها على السطر هنا أساسا كلمة قارئ تنتهي بهمزة مكتوبة على نبرة لذلك تبقى كما هي على نبرة هما قارئاني سريعاني في البيت ضوء قوي في البيت ضوءاني قوياني تكتب الهمزة على السطر لأنها قد سبقت بحرف لا يتصل بما بعدها السؤال الثالث اختار الكلمة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي ألف الوعاءاني مملؤاني عسلا أي الختابة صحيحة على السطر أم على نبرة أحسنتي رائعة على السطر لأنها قد سبقت بحرف لا يتصل بما بعده وهو الوع با المصباحاني مضيئاني أحسنتي رائعة تكتب على نبرة الهمزة لأنها قد سبقت بحرف الياء وهو حرف يتصل بما بعده شكرا لكم عزيزاتي الطالبات كانت مع كنا المعلمة رجاء نبيل مع السلامة لغتي 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 ما أحلاها لغتي العربية أكتب حرفي أقرأ كتبي أغني أغنية لغتي لغتي ما أحلاها لغتي العربية أكتب حرفي أقرأ كتبي أغني أغني لغتي ما أغني 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 المترجم للقناة